السلام عليكم أصدقائي كيف حالكم ومتابعين لقناة فötسر كوين فيديو جديدي أصدقائي و تطورات هامة بعملة تيرا لونة كلاسيك وهذا الفديو سيكون عن علملة تيرا لونة كلاسيكا و تطورات كبيرة و هامة طبعا ارملا بارايش فيديو و تجد اضعutta قناهتنا لقناهتنا بفيديو تشترك بالقناه تفálع زر الجرس حتى يصلك كل جديد في عالم العملاق الرقمي و تمنى تنضام لقناهتنا الى التليجرام تكون من الرفاس intervene فيديو مثبت في اول التعليقات. خليكم معنا اصدقائي الى بعد الانترو. اول اصدقائي مطوري عملة تيرا لونا كلاسيك. عرضوا اليوم تصويت على تخفيض ضريبة الحرق من 1.2 من 10 بالمية. طبعا الضريبة المعروفة عن جميع منصات وجميع مواقع اللي بتقوم بحرق عملة تيرا لونا كلاسيك بتقوم بحرق بنسبة 1.2 من 100 رسوم. يعني المنصة بتفرض رسوم عند البيع والشراء والسحب والايداع على عملة تيرا لونا كلاسيك. تفرض ضريبة 1.2 من 10 بالمية. هاي الضريبة بيأخذوها من المعاملات. طبعا تتجهل حرق عملة تيرا لونا كلاسيك. لكن المطورين من الدقيقين بعد ما تم تفعيل ميزة. طبعا وبدأ البعض البنصات تشتغل بهاي ميزة. طبعا شافوا انه خفض السيولة او خفضت الفوليوم على عملة تيرا لونا كلاسيك بشكل كبير جدا. لهيك عملوا تصويت لتخفيض الضريبة. تخفيض الضريبة اللي حتى تصير 0.2 من 10. يعني الغاء 1 بالمية من الضريبة. قالوا انه بهاي الطريقة راح تفضل مزيد من المستثمرين. طبعا وحيرجع يرتفع الفوليوم على العملة مرة ثانية. وحبيقولوا انه بهاي الطريقة راح تزيد كمية الحرق. يعني اذا بدل ما نحرق واحد بالمية او 1.2 من 10 بالمية راح نحرق 0.2 من 10 بالمية لكن مع ارتفاع الفوليوم راح نلاقي نفس النتجة. لكن ازيقاء اذا ما تم رفع الفوليوم وصار عمليات شراء بشكل كبير على عملة تيرا لونة كلاسيك هاد الشي راح يبطئ بين عمليات الحرق. متل ما بنعرف منصة بايننس عم تحرق 0.1 بالمية لحد الان ما حرقت 1 بالمية او 1.2 بالمية وما حرقت 0.2 بالمية لحد الان منصة بايننس عم تحرق 0.1 فقط. طبعا بالنسبة اصدقائي الا منصة بايننس الى حد الان منصة بايننس ما نزلت تغريدة عن موعد الاحرق الجديد يعني خلال يوم الاثنين من اليوم الاثنين حد الان ما في عندي اى اي خبر انو راح يتم حرق من منصة الاينس او لا. طبعا بعملت الحرق gli primeiro غيرت منصة بايننس في موعد حرق الاول بعد من انتهي الحرق الاول نزلت تغريدة يوم ثلاثة عن موعد الحرق الثاني طبعا بالتاريخ واسعة. لكن بهذا السبوع اصدقائي منصة بايننس ما نزلت تغريدة عن عملة تيرا لونة لذلك ممكن بهذا الاسبوع ما يتم الحرق من منصة بايننس هذا امر خطير جدا ممكن يؤدي الى انخفاض بسعر عملة تيرا لونكلاسيك شو بالنسب لك تصويت اصدقائي طبعا 55 بالمية من المصوطين وافقوا على خفض الضريبة بانتهي تصويت بعد يومين من الان طبعا ونحن مواقبين معكم كل التطورات خمس وخمسين بالمية فاسطة واحد وخمسين طبعا وافقوا على خفض الضريبة ثلاثة وثلاثة وثلاثين بالمية منتنعوا عن التصويت خمسة فاسطة تسعة وثلاثين طبعا رفضوا الفكرة وطبعا اصدقائي عندي صفر بوينت صفر اثنين بالمية راح تاخدى شبكة تيرا لونكلاسيك للتطوير الشبكة وتطوير بنية عملة تيرا لونكلاسيك حسب شبكة تيرا لونكلاسيك بتقول انه تخفيض الفوري لمعدل ضريبة الى صفر بوينت اثنين من عشر بالمية على جميع المعاملات وفرض ضريبة صفر بوينت صفر اثنين من عشر بالمية هي محسوبة قبل الاحتراق لتمويل النظام البيئي يعني بعد ما يتم احتساب جميع القطع الذاهبة الى الحرق بيخصموا عشر بالمية من هاي الهدد القطع وتروح لشبكة تيرا لونكلاسيك طبعا لتطوير الشبكة وطبعا في عندي شركة تيرا ريبلز وعندي مع ديمون مونكي هاي الشخصين اصدقائي طبعا عبيت حاليا عبيت بحثوا على الية جديدة لحرق عملة تيرا لونكلاسيك طبعا تم الاتفاق على ان التحول الى تطبيقات اللا مركزية سيكون وسيلة فعالة لحرق لونكلاسيك طبعا وفقا لذلك سيتم اتخاذ خطوات جديدة لضمان نشر المزيد من المشاريع في القطع التمويل اللا مركزي على شبكة تيرا لونكلاسيك يعني عندي شركة ثالثة داخل الى الحرق وهي شركة ديمون مونكي وطبعا الى حد الان ما في عندي اي خبار عن تحرق من منصة بايننس ودخلنا حاليا على 19 مليار قطعة طبعا تم حرق 19 مليار قطعة والى حد الان لم نصل الى الواحد بالمية معنات القطعة المحروقة حاليا نحن صفر بوينت سبع عشر بالمية يعني حد الان نحن ربع الواحد بالمية من اجمال التلس بلاي وطفخ تخفيض الضريبة راح يقلل او راح يبطئ من وطيرة الحرق شو بنسبه لعمل التيرا لونكلاسيك اصدقائي طبعا تكلمنا بالفيديو لما كنا من منطقة 28 اننا راح تتخفض لمنطقة 26 وقمنا بشراء منطقة 26 وطبعا حصلنا مربح تقريبا 11 بالمية او 12 بالمية حصلنا مربح 11 بالمية اصدقائي وحاليا نحن انتحت موجة تصحيح طبعا حاليا نحن داخل التريند عم نتظر كسر التريند لان نرجع نخطب مرة ثانية منطقة 29 بعد منطقة 34 مرة ثانية اصدقائي مكنوا وصلوا لهذا الفيديو اتمنى الفيديو كنا لعجابك لا تنسى تضغط على زر اللايك تشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى ينصلك كل جديد في عالم العملات الرقمي مع السلامة دمتم بخير اشتركوا في القناة